موسيقى صباح الخير بحلقة أخبار الصباح ليوم الجمعة 21 شباط لبنان بيودع أنسي الحج بكنيسة مار يوسف الحكمي اقبال على شراء الصحف من بعد خبر تأليف الحكومي ومع زمينتنا مريم الحج فقرة خاصة عن فيلم ورواية دعاء الكروان الشهيرة بالإضافة لحفل افتتاح طريق الشمس العمل للمسرح الجديد لروميو لحود على مسرح كازينو لبنان أما ضيفنا لليوم فهو المخرج سام اندراوس لنحكي أكتر عن الفيلم اللبناني النسوين ولكن البداية مثل كل صباح بتكون محال الطقس واتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية ومعنا اليوم على الخط الأستاذ بيسام عبدالله لناخد منه تفاصيل عن هالطقس الربيعي بامتياز اللي عم نشهده صباح الخير أستاذ بيسام صباح النور كيفك؟ الحمد لله والطقس كيف؟ طقسنا تمام كما عم تشوف طقس مستقر مشمس ارتفاع بدرجات الحرارة نعم يعني عم تشوف طقس صيفي مبدئيا هلومي اللي مرؤو طقس صيفي؟ يعني عم حي السامر مبدئيا هلق نهار جمع بها الإطار هيدا مشمس طقسنا هيكون شوية غيوم بالفترة الصباحية والحرارة ده ارتفاع أكتر الحرارة نحو ارتفاع أكتر؟ نعم في ارتفاع أكتر والثبت بيبقى كمين طقسنا شوية غيوم بالفترة الصباحية حيتدل الحرارة نشوفها شوية مرتفعة لفتت بعض الظهر تنخفض بشكل ملحوظ ليلة السبت الأحد ممكن نشهد بعض الأمطار الخفيفة جدا متواضعة فينا نقول مع بعض الضباب على المرتفعات بسبب هالخفوات ببعض المناطق رح بتكون هالأمطار؟ صحيح مهي متفرق بسيك تتجه أكتر نعم تتجه أكتر يمكن شوية صوب الشميل والي بقعي أستاذ ويسام طب هالحالة اللي عم نمرق فيها حاليا كيف رح تنعكس لاحقا خاصة بفصل الصيف على لبنان؟ خلق مبدئيا لا شك أنه في حضرات مرتفعة بس ما فينا ناخد يعني نستنتج منها أي شيء لأنه هذا المؤشر بدنا بدي يسير التابع على فترات متعددة لنحدد أنه مثلا أنه شو ممكن يكون يعني الارتداد نعم لأنه ما فيك تاخدأ أي قرار إلا ما يكون نتيجة نظام معلوماتي بحدد سنوات لاحقة وسنوات جهة تطلع بخلاصة معينة يعني ما فينا نقول أنه نحن علق فتنة بمرحلة الخطر لا مبدئيا ما فينا نقول أنه في سنوات لا شك كان فيها شحام طارب هالشكل هيدا بس هي الملفت شوية للنظرة هي الأتفاع بدرجات الحرارة اللي عم نشوفها شوي وإضافة إلى أنه الهوام يعني عم بيخد إتجاه واحد دايما نشمالي شارق شمالي غربي ما عم بيقلوب ونتيجة هالمخفضات الجوية عم تيجيها شوي على طرف لبنان ما عم تمرق على لبنان يعني عم ضل على أطرافه نعم هلأ لا شك إذا نشو الخريط هون نبين أنه فيه ملخفض جوي بس الحديثه ما عم تيجي علينا دايما عم تيجي على الليمية تاعتنا بترجع بتطلع طلوع يعني نعم فمتمن إن شاء الله بعد هلكم يوم اللي جايين إن شاء الله بنقول أنه بنهاية شبهات أو بيقدار يكون في عنا كمية لبقس فيتعدل هالشي اللي راح علينا نعم يلا نحنا بانتظار فأزان الأمطار شكرا لك أستاذ بيسام على المعلومات لليوم هيك شوي غيرنا بس ضروري أن كل عالم بتحكي عن هيدا الموضوع عم تسأل جوال صباح الخير صباح الخير بيالات لأليك للمشاهدين بتعرف غير موضوع التأس كمان المواضيع السياسية بتحتل أصدارها اليوم بالصحف برازة استهداف بير العبد المبارح أو أول المبارح وتدعياته ما زالت عم تتصدر صحف بالإضافة طبعا للبيان الوزاري بير حسن عفوا تفاصيل طبعا كل هالأخبار بجولتنا اليومية على عنوان الصحف إذن الجمعة 21 شباط وبصحيفة النهار التفجيرات إلى العدلي والاغتيالات إلى المحكمة مفاتحة رئاسية اليوم بين الحريري والراعي بند المقاومة نقطة خلاف رئيسية في لجنة البيان الوزاري ضمن أسرار الآلهة سمع ديبلوماسي عربي يقول أن أمريكا استعانت في الماضي بالإسلاميين الأصليين لمحاربة الشيوعية وهي تستعين اليوم بالمعتدلين وبالقوات المسلحة في كل دولة لمحاربتهم تبلغت مصادر ديبلوماسية معلومات متناقضة حول حقيقة وضع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع يعتقد ديبلوماسيون أوروبي أن روسيا تعتمد مع أمريكا كسب الوقت في حل الأزمة السورية في انتظار أن يغير الوضع الميدني شكل هذا الحل علم أن التعجيل في وضع البيان الوزاري يعود إلى الخوف من حصول خلاف يجعل مهلة الشهر المحددة في الدستور تمر دون اتفاق عليه وبختم النهار مع قلم مروان سكندر ومقالب عنوان التحديات الاقتصادية للحكومة في عنوين صحيفة السفير اليوم لبنان إلى قمة العرب أوباما عبدالله أمن طرابلس يهتز ومخارج وسطية للبيان الوزاري دائما في عنوين السفير الغوطة اتنين معركة سعودية أخيرة إشراف أمريكي أردني مباشر وعشائر حران ترفض الانضمام واشنطن قلقة من الجيش وموسكو تندد ببلطجة الغرب أزمة أوكرانيا إلى اشتعال وختيما الاحتلال يحارب المقدسيين بمياههم متابع جولتنا مع عنوين صحيفة المستقبل يلي كتبت اليوم الحريري يدو حزب الله إلى تغليب مصلحة لبنان وصل إلى روما للقاء البطريارك الراعي وأكد من القاهرة مجددا رفضه الفراغ السياسي الرئاسي نظام الأسد يواصل القتل ويتخلف عن مهلة تدمير الكيميائي الفيتو الروسي يهدد إغاثة السوريين المحاصرين خطة روسية إيرانية عراقية للاستعانة بأصليين لإدامة العنف في الأنبار وإمداد نظام الأسد بالأسلحة أوكرانيا عشرات القتلى وعقوبات أوروبية بيروت تودع الشاعر الكبير أنسي الحاج في مأتم مهيب في الأشرفية وأيضا في عنوين المستقبل البيان العتيد بالمختصر المفيد افتتاح ملتقى القيادة التربوية لصيدة والجوار في ذكرى 14 شباط شح الأمطار يلقي بجفافه على مزرعات راشية نتابع جولتنا مع عنوين صحيفة الحياة التي كتبت الشرطة الأوكرانية تتسلح بعد طلب روسيا سحق الإنقلابيين عشرات القتلى والاتحاد الأوروبي يدعو كييف لتقريب موعد الانتخابات النيابية والرئاسية السعودية استشهاد رجلي أمن ومقتل اثنين من المطلوبين في القطيف وزير الأمن الإيراني يزور دمشق سرا وانفجار على الجانب التركي من حدود سوريا روسيا أمام امتحان القرار الدولي الإنساني بالأخبار اللبنانية مجموعة دعم لبنان ستقدم هبات لمساعدة الاقتصاد والحريري سيلتقي الراعي في روما لبنان توقيف متهمين بالانتماء لكتائب عزام أحدهما راقب المستشارية الإيرانية والمنار وختيما بالحياة لليوم طهران ولندن تتبدلان التمثيل الديبلوماسي على مستوى قائمين بالأعمال غير مقيمين إطار عمل للمفاوضات بين إيران والدول الست نتابع ونصل إلى الأنوار يلي كتبت اليوم الحكومة تتجنب الخلافة على بيانها الوزاري وتواجه انذارا من جبل محسن مناورات برية وجوية للجيش في كفر فلوس تحديد هوية أحد منفذي الاعتداء في بئر حسن انفجار في مخيم للنازحين قرب الحدود التركية وبقلم المحل الأسيسي اليوم ازدحام لقاءات في روما والكاردنال الراعي يستمع ويناقش وينتظر عشون قتيلا بسقوط قدائف على سوق في العراق يوم دام في كيف يرفع عدد القتلى إلى 67 الليبيون انتخبوا لجنة الدستور وتفجيرات استهدفت خمسة مراكز اقتراع وبالأخبار الاقتصادية فيسبوك تشتري وتاب بتسعة عشر مليار دولار وبختم معرفي اخوري ومقالته اليوم بعنوان مشكلة العوامل الناقصة في محاربة الارهاب من الأنوار إلى اللواء البيان قيد الإنجاز وصغطان لمراقبة مفهوم المقاومة اغتيال والد أحد مفجري مسجدي ترابلوس وسلام يطلب من الجيش منع الانزلاق إلى الفوضى مساع لنيل الثقة قبل اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريز في خمسة أذار ادخال المساعدات أمام مجلس الأمن والنظام يحذر الأردن من اللعب بالنار لافروف ينتقد واشنطن ربط مكافحة الإرهاب برحيل الأسد يشجع التطرف موسكو تبتز يانوكوفيتش لقروض قبل استعادة النظام أوكرانيا تغرق بالدم والغرب مصدوم السيسي أدعو المصريين لدعم الجيش في مواجهة الإرهاب تقدم جديد في النووي الإيراني على طريق طويل وشق وختيما في اللواء اليوم كيريو عباس اجتمعا للمرة الثانية في باريز نتابع جولتنا مع عنوين صحيفة البلد شضايا الإرهاب تقتل في طرابلس وتحرق في البيساري وأيضا في عنوين أخرى الرياض تسحب الملف السوري من يدي بندر دعوات لحل سياسي في أوكرانيا مهلة 48 ساعة وإلا حفلة الجنون الهستيرية مستمرة القوات عاتبة على المستقبل حرصنا على الصبي أكثر من أمه ميزان القوى في سوريا لمصلحة من؟ نصل إلى صحيف باللغات الأجنبية بالديليستار وبترجمة العنوين اليوم بعد أكثر الأيام دموية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يتوسط من أجل السلام سيارة المفخخة تستهدف مخيما للاجئين على الحدود السورية الوزراء يختلفون حول موضوع المقاومة في البيان الوزري وختاما في الديليستار تأكيد هوية أحد منفذي تفجير بيرحسن نتابع مع لوريان لوجور وأيضا بترجمة لما كتبتهم بعنوين اليوم التدهور الأمني يطوق الحكومة بالعنوين الرئيسي وتحتها العنوين الحزب العلوي يطلق انذارا للدولة المواضيع الخلافية في البيان الوزري متروكة للمرحلة الأخيرة في أوكرانيا حمى مدم وختاما مقتلوا ستين متظاهرا على الأقل خلال حرب العصابات أمس وطبعا الحديث عن أوكرانيا والأحوال المتدهورة اللي عم نشهدها هناك بصحيفة الشرق نهجنا الاعتدال على طريق الرئيس الشهيد ولن نسمح بالفراغ الحريري من القاهرة إلى روما ليبحث مع الراعي الانتخاب الرئاسي المشنوق ما جرى من اعتداءات مدان ولا يمكن تبريره ضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكة البيان الوزري سهل ومستحيل هل يسقط الروس المشروع الإنساني لسوريا أهواجي استقرار لبنان يخدم استقرار المنطقة التوتر الأمني لم يؤثر على أسعار العقارات مفتي العراق المالك يسعى لحرب أهلية طهران ولندن استئناف مباشر للعلاقات الدبلوماسية وختيما ستريدا الحكيم سيكون رئيسا للجمهورية يوما ما من الشرق إلى الشرق الأوسط خادم الحرمين يوجه بإقامة يوم تضامني مع أطفال سوريا وضع اللمسات الأخيرة على قرار دولي للمساعدات الإنسانية وتوقع التصويت اليوم الأمير سلمان تفاهم الدول العربية مهم جدا لما فيه مصلحة الشعوب ولي العهد السعودي يبحث مع وزيري الاقتصاد والدفاع اليابانيين تعزيز التعاون بغداد تضع 50 مليون دينار مقابل رأس أي عضو في داعش لفروف سنزود العراق بأسلحة طلبها في أسرع وقت إقبال فاتر على انتخابات لجنة الدستور الليبية مساع لعرقلة التصويت وقبائل تقاطع الاقتراع وختيما عشرات القتلى واحتجاز 67 شرطية رهائن وتحذيرات من حرب أهلية أعنف يوم في ميدان كيف وعقوبات أمريكية وأوروبية بصحيفة الأخبار اليوم فرنسا تتلاعب بتسليح الجيش وأيضا ضمن تحقيق الضاحية الخوف الجماعي بضرب الاقتصاد داعش لاستعادة معبر باب الهوى في إعزاز وهجوم جديد على سجن حلب وختيما في الأخبار مسلحو التسويات مستعدون لكل الاحتمالات والشارع السوري منقسم المحطة الأخيرة مثل العادة بتكون مع نوين الجمهورية التحدي الأمني الثاني للحكومة وبعنوين أخرى كيف تغير موقف واشنطن من دمشق هل يعرق للأطباء الوصفة الموحدة الملف السوري من بندر إلى بن نايف وختيما بالصورة الرئيسية لأهالي الهرمل وصورة بعنوان دفاعات الهرمل الأمامية وهيك مع الجمهورية وعنويننا ممكن نصلنا لأول فاصل إعلاني بحلقتنا من بعده أخبار تأفي وفنية خليكن معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة